يستعد البرلمان الأوكراني لمناقشة قانون من شأنه السماح بالعفو عن المتظاهرين الذين اعتقلوا أثناء الصدمات مع الشرطة خلال الفترة الماضية وذلك بعد يوم من واحد من تنازلات قدمتها السلطات للمعارضة تمثلت في استقالة رئيس الحكومة ميكولا أزارف وإلغاء البرلمان لقوانين تحذر التظاهر أقرت قبل أسبوعين لكن يبدو أن تبني قانون العفو لن يكون مهمة سهلة في ظل اختلاف نواب المعارضة والحزب الحاكم المعارضة تريد إقرار قانون العفو لكن نواب الحزب الحاكم يصرون على تبني القانون بعد إخلاء المتظاهرين للمباني الحكومية التي استولوا عليها وفتح الطرق والشوارع المغلقة بشكل فوري وهو أمر لم نوافق عليه البلاد لا تعمل بكامل طاقتها الأزمة السياسية تعطل كل شيء يجب إعادة المباني إلى أولئك الذين يعملون فيها ودفع البلاد كي تعمل تنازلات الحكومة جاءت متأخر هكذا يقول المتظاهرون في الشارع الذين باتوا يطالبون باستقالة الرئيس إنهم يتعمدون إضاءة الوقت ويعتقدون أن هذا سيكون كافيا للناس ما أعتقد أن الناس تريد استقالة يانوكوفيش وتسريح قوات مكافحة الشغب وأن يواجه إليك الذين شاركوا في قتل وتعذيب الناس العدالة ورغم تراج حدة التوتر في الشارع مع تأكيد زعماء المعارضة على أن تنازلات الحكومة هي خطوة في اتجاه النصر بيد أنه لا يلوح في الأفق حلا قريبا للأزمة مع ارتفاع سقف مطالب الشارع ترجمة نانسي قنقر